اهلا بكم الى مجزي الحديات عشا اجرى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس معربا عن تضمنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وآملا في ان تكون هذه المرحلة محطة على طريق تحرير فلسطين وتحقيق مشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية باسيل الذي اعرب عن المه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني اعرب عن امله في المقابل بالانتفاضة الشعبية التي يقوم بها الفلسطينيون في الداخل والملحمة التي تسطرها المقاومة الفلسطينية كما اجرى باسيل اتصالا بوزير خارجية فلسطين رياض المالك وتبحث بالحلول المنتظرة لوقف النار وحل مشكلة القدس وسكانها ولمناسبة عيد الفطر اجرى باسيل مروحة واسعة من الاتصالات العربية والاقليمية والداخلية للتهنئة ابرزها مع الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من وزراء الخارجية في الدول العربية والاقليم من بينها تركيا وايران والاردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والمغرب كما اتصل باسيل معايدا بمفتي سوريا بدر الدين حسون وعدد من المفتين ورجال الدين في لبنان وبرئيس الحكومة حسان الدياب والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والمسؤولين والقادة السياسيين والأمنيين معربا عن أصدق التمنيات بأيام أفضل في ظل انتصار جديد للقضية الفلسطينية وعودة القدس إلى عالميتها والعرب إلى وحدتهم ضمن جامعة عربية تجمعهم ولا تفرقهم الرئاسة الفلسطينية أعلنت من جانبها عن الاتصال الذي أجراه النائب جبران باسيل بعباس مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني أطلع باسيل على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية المتواصلة على الفلسطينيين والمصلين في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير تجاه قطاع غزة الذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته وقالت رئاسة الفلسطينية أن رئيس التيار الوطني الحر أكد دعم لبنان ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة ومقدساته الوزير السابق محمد فنيش عفواً اعتبر أننا اليوم في زمن التحولات الكبرى التي صنعتها المقاومة بدماء شهدائها من لبنان إلى فلسطين وعلى امتداد محور المقاومة وشدد فنيش على أنه لا يمكن للعدو الإسرائيلي بعد اليوم أن يهدد أمننا من دون أن يشعر بأن أمنه مهدد وأنه لا يمكن لمشروع التوسع الصغيوني أن يحيى بإمكانية تحققه على أرض فلسطين نهاية الموجز إلى اللقاء